السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن أسباب تأخر الدورة بعد الفطام بعد فطام الطفل من الرضاعة قد يحدث خلل في بعض الهرمونات في جسم السيدات وذلك قد يؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية إن عدم انتظام الدورة الشهرية بعد فطام الطفل من الرضاعة قد يكون بسبب هرمون اللبن وأن الجسم لم يتمكن من التخلص منه بعد إن هرمون اللبن من الممكن أن يكون منسوبه عالي في الجسم لذا تنصح السيدات بأنه لابد أن تقوم بتحليل هرمون البرولكتين أي هرمون اللبن ولو كان منسوب الهرمون عالي لابد من الذهاب إلى الطبيب لكي يقوم بعلاجها عن طريق دواء يساعد على انقفاض نسبة الهرمون وبعد ذلك سوف تنتظم الدورة الشهرية بإذن الله في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع إلى مصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو أعجبكم يلا تدعمونا بلايك وكومنت وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وتشاركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ ترجمة نانسي قنقر